وفي الشأن النيابي وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بحسم توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا واسعا مع وزير التعليم العالي والكادر المتقدم في الوزارة لبحث عدد من المشكلات التي يعاني منها الطلبة الجامعيون ومنها توسيع خطة القبول للدراسات العليا وإمكانية إجراء دور ثالث تكملي لطلبة الدراسات الأولية والعليا وتثبيت الأجور والعقود من موظفي الوزارة فضلا عن تعيين الطلبة الأوائل في الجامعات وتخفي في أجور الجامعات والكلية الأهلية أبرز المطالب كانت اللي طرحوها السادة والسيدات النواب أنه موضوع التوسعة بدل ما شبابنا جايب تعدون للخارج وراح يعانون معاناة بالإضافة لكلفة المالية بالإضافة لعدم الرصانة مقارنة بالشهادة التي تنتجها جامعاتنا العراقية فجناب الوزير تم طرح أنه موضوع التوسعة باعتبار أكون سابقات أكثر من ثلاث توسعات سيد الوزير نفسه هو مصدر للتوسعات موضوع الدور الثالث طرحناه للجامعات الدراسات الأولية بخصوص الدور الثالث باعتبار الفترة الزمنية بين الدور الأول والدور الثاني كانت 15 يوم وهذه المدامات كف للطالب حتى يقدر يراجع بالنسبة للدراسة الإلكترونية أثرت بشكل كبير على مستوى الطلبة وعلى مستوى الأداء الامتحان بالإضافة لأنه ضعف الأنترنت داخل العراق